تسع طرق غريبة يتبعها الحيوانات للحفاظ على حياتهم من المعروف أن العالم به الكثير من الحيوانات الغريبة والمخيفة التي تسعى دوماً للحفاظ على حياتها والحفاظ على ممتلكاتها كما أن هناك الكثير من الحيوانات التي تطورت بفضل التطور الطبيعي للكائنات وأصبحت تتبع أساليب مختلفة وطرقاً متنوعة من أجل الدفاع عن نفسها وحماية نفسها من الحيوانات المفترسة بعض من أساليب الدفاع تلك رائعة ومخيفة وغريبة للغاية والبعض منها مدهش للغاية وكل التمويه الذي يتبعه بعض الحيوانات ونحن هنا اليوم سنخبركم ببعض الحيوانات التي تتبع أساليب مختلفة ومتنوعة من أجل حماية نفسها من الحيوانات المفترسة هل أنت مستعد للتعرف على تلك الحيوانات؟ هيا بنا نبدأ أولاً سحلية القرون السحلية القرنية في تكسس هي واحدة من حوالي 14 نوعاً من الزواحف القرنية في أمريكا الشمالية وتسمى السحالي القرنية تعيش في كولورادو وكانسس إلى شمال المكسيك ومن أريزونا الجنوبية الشرقية إلى تكسس حيث يكثر تواجدها في الصخراء وهي ذات شكل مخيف للغاية وهذه السحلية تعتبر من السحالي السامة التي تلحق الضرر بكل ما للمسها أو يقترب منها أو السقور الجارحة لكن بالرغم من ذلك فهي قادرة على التخفي من هؤلاء الحيوانات المفترسة عن طريق التمويه مما لا يجعلها تظهر أمامهم بوضوح ولكن أحياناً هذه القدرة لا تمكنها من التخفي والنجاة من هؤلاء الحيوانات لهذا تلجأ في النهاية لاستخدام السلاح السري الخاص بها حيث أنها قادرة على أن تلقي على المفترس الذي يهجم عليها دماً ساماً من عينيها وهذا يعتبر أمراً مخيفاً وغريماً للغاية يعبر لك عن مدى إبداع الله في خلقه هذا يعني أن هذه السحلية قادرة على أن تلقي هذا الدم من عينيها على بعد متر بالكامل مما يجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي خطر كما أن هذا السم له نتيجة ومفعول مزعج للغاية للمفترس الذي يقترب من هذه السحلية وهذا يدفعهم للهرب على الفور حتى لا يتعرض للكثير من المشاكل من هذه السحلية حيث أنها قادرة على أن تلقي أكثر من 30% من كمية الدم الموجودة في جسمها كما أنها تعتبر من الحيوانات المحمية من قبل الدولة وصيدها يعتبر أمراً محرم هذه الخنفسة تتبع طريقة مبهرة في الدفاع عن نفسها وهذا ما يمكنها من النجاة من كل الحيوانات فهي قادرة على إخراج بعض من الغازات السمة التي تضر بصحة كل من يقترب منها وهذا ما يجعلها قادرة على أن تدافع عن نفسها بين باقي الحيوانات للنجاة كما أثبت العلماء أنه من بين 500 نوع من هذه الخنفسة يتمكن منتصف عددهم من تنفيذ هذه الوسيلة في الدفاع وهذا ما يجعلها تشكل خطورة كبيرة على كافة الحيوانات فحينما نرى الكثير من الحيوانات تحاول أن تلتهم هذه الخنفسة يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر الكبير بالحيوان الذي ينوي هذا الشيء كما أنها تقوم بإلقاء هذا السائل السام من الخلف مما يدفع أي حيوان قام بابتلاعها ببسقها على الفور وهذا ما يعني أنها لديها وسيلة لا مثيل لها في الدفاع عن نفسها فكما نرى في هذا الفيديو قامت الضفضاعة بابتلاع الحشرة لكن قامت هذه الخنفسة باتباع خطتها في الدفاع عن نفسها وهذا ما مكنها من النجاة من الضفضاعة والهروب منها لذا فهي توفر هذه الوسيلة الرائعة في الدفاع لاستخدامها في الوقت الصحيح للنجاة بحياتها مما يجعلها واحدة من الحشرات الخطيرة للغاية التي تقدر على فتك أي حيوان يقترب منها والغريب أن هذه الخنفسة قادرة على أن تعيش بهذه الطريقة وبهذا السلاح الخطير الذي تمتلكه فهي قادرة على أن تعزل هذه المواد السامة التي توجد في داخلها دون أن تلحق بها أي ضرر يسعى الكثير من العلماء لمحاولة معرفة الطريقة الطبيعية التي تتمكن بها هذه الخنفسة من استخدام هذا السلاح لأن هذه الطريقة ستمكنهم من اختراع وابتكار أنواع مختلفة من المحركات التي ستعود عليهم من نفع في حياتهم ثالثاً علجوم الحصة هو نوع من العلاجيم ينتمي إلى جنس علجوم الشجيرات يقطن علجوم الحصة دولة فينزويلا بالغابات المدارية الجبلية المطيرة التي تمثل بيئته الطبيعية متضمنة غابات الامازون حيث يمكن أن يكون على الصخور بالبيئات الهدبية الجبلية وهو من الضفاضع التي تنشط نهاراً لا مساء هو يعتبر من الكائنات البرمائية وهو قادر على المعيشة في أماكن مختلفة سواء في المياه أو خارج المياه لديها شكل غريب ومخيف للغاية وقادرة على القيام بحركات بهلوانية تجعلها قادرة على المعيشة في هذه الظروف الصعبة وتعتبر العناكب هي العدو اللدود لهذا الكائن ولو في مرة من المرات قابلها هذا العنكبوت يتحول هذا الكائن إلى شيء شبيه بالقطعة الصخرية التي تنحذر من المكان التي تقف فيه حتى تهرب لا تتعرض لأي مشاكل جسدية بسبب خفة وزنها وبسبب قوة عضلاتها مما يجعلها في النهاية قادرة على الهرب من هذا الحيوان المفترس والنجاة دون أن يتعرض لأي مشاكل هذه الحشرات عضوانية للغاية بلا خص لو فكرت أن تقترب من عشهم وقررت أن تتطفل عليه هذا الدبور لديه سلاح قوي وفتاك يمكن استخدامه كثيرا على عكس باقي الدبابير كما أنها لديها عضة قوية للغاية وتسبب ألما لا مثيل له لكل من يحاول لمسها أو الاقتراب منها كما أنها لديها سم فتاك يتكون في سلاحها حيث تقوم بغرزه في جسد الضحية ونشر السم على الفور الذي يتسبب في شلل الجهاز العصبي والوفاة الفورية كل عام يتوفى ما بين 40 إلى 70 شخص كل عام من هذه الدبابير هذا الدبور لديه القدرة على القتل والفتك بمختلف النحل حيث أن الدبور الواحد قادر على قتل أربعون نحلة يتجمع النحل على هذا الدبور محاولة للفتك به ومحاولا قتله وهذا يعني أن الطبيعة تحتوي على كثير من الأشياء الغريبة التي من الممكن أن تلحق بك الضرر لو اقتربت منها خامسا أنقليس الرعاد الأنقليس الرعاد سمك طويل رفيع يستطيع إحداث تفريغ كهربائي قوي ويوجد حوالي 500 نوع من الأسماك لها القدرة على إحداث تفريغ كهربائي وأشهر هذه الأنواع وأقدرها على إنتاج تفريغ كهربائي قوي هو سمك الأنقليس الرعاد هذا الحيوان يعيش في مختلف المسطحات المائية كما أنه يعيش في نهر الأمازون وهو قادر على إلحاق الضرر على كل من يقترب منه من الممكن أن يصل وزنه إلى 20 كيلو جرام هو قادر على إحداث تفريغ كهربائي ولكن هذا ليس ما يميزه فقط بل إنه لا يقدر على التنفس لهذا يجب عليه أن يصعد للسطح كل 15 دقيقة لكي يتنفس هواء ثم يعود مرة أخرى للقاع ومن خلال هذه الفراغات الكهربائية يتمكن هذا الحيوان من الاتصال مع باقي أفراد عائلته ولو شعر هذا الحيوان بالخطر فهو قادر على إنتاج كهرباء بمعدل 860 فولت سادساً الجنبري المسلح تتميز بوجود مخالب غير متناظرة يكون أكبرها قادراً على إصدار صوت عالي الأسماء الشائعة الأخرى للحيوانات في المجموعة هي الجنبري المسدس أو الروبيان الألفي يعرف هذا الحيوان بالمخلب الكبير للغاية القادر على فتك الكثير من الحيوانات وهذا المخلب قادر على إنتاج صوت كبير للغاية وهذا الصوت يكون له تأثير قوي على الحيوان الذي يهتم عليه ويكون بمثابة الرصاصة وهي عبارة عن موجة قوية تصطدم في من يهاجم هذا الحيوان ويتسبب هذا الشيء في قتله على الفور حيث تصل سرعة هذه الطرقة 100 كم في الساعة وهذا يدل على مدى قوتها كما أنه قادر على أحداث صوت عالي للغاية قدره يصل إلى 200 ديسبل مما يجعله أكثر حيوان محدث للضوضاء في المحيط بالكامل كما أنه حينما يفقد هذا الحيوان وهذا المقاط الخاص به يمكنه أن ينمو لديه مرة أخرى من جديد هذا لأنه لا يمكن أن يعيش دون السلاح الخاص به بما يجعل الكثير من العلماء يطلقون على هذا النوع من الرصاص اسم رصاصة البلازمة يعتبر ذلك الحيوان من نفس فصيلة عفريت المياه فهو قادر على إعادة نمو جسده مرة أخرى من جديد ولكن الفرق أن ذلك الحيوان يطور من نفسه في أي وقت حتى حينما يكبر لهذا يقال عنهم أنهم ملوك التطور فهو يعتبر من أخطر الحيوانات في العالم نتيجة لأنه كلما حاولت أن تقتله ستجده يتكون من جديد وهذا يعني أنه لا توجد طريقة محددة تمكنك من قتله بسهولة هو حيوان مائي مخيف للغاية ولو رأيته ستصاب بالهلع والفزع وهو يخرج للصيد في الليل ويقوم بالهجوم على الحيوانات الضعيفة لكي يتناولها ويفترسها ولكنه يتبع وسيلة ماهرة للغاية تجعله قادرا على النجاة من أي حيوان مفترس حيث أنه ينشر مخاطا به سم لو قام الحيوان بابتلاعه لكي تتمكن من النجاة حتى أنه يطبق هذه الطريقة مع أسماك القرش وينجو من فكهم من الحجارات الغريبة والرائعة حول العالم هو النمل حيث أن هذه النملة قادرة على أن تقوم بأشياء غريبة ورائعة لا يمكن لأحد تصديقها فهي قادرة على أن تنشر السم في وجه أعدائها كأسلوب خاص للدفاع وهو ما يميزها عن باقي الحشرات وباقي النمل يكمن هذا الدفاع في الجزء الخلفي للنملة حيث لو شعرت بأي خطر يعرض حياتها وحياة من معها للخطر تقترب من العدو على الفور ومن ثم تنفجر به وتضحي بحياتها من أجل السلامة ومن أجل حياة باقي النمل حيث أن هذا الانفجار يكون ساما لكل الحشرات مما يؤدي لقتل العدو على الفور وتعرف هذه الحشرة في ماليزيا ولكن اتضح أن هذه الطريقة لا يتميز بها هذا النمل فقط بل أنه هناك 15 نوعا قادرا على تنفيذ تلك العملية من بينهم النمل الأبيض ولكن هذه تعتبر من القدرات الرائعة التي لا يمكن إنكارها لهذه الحشرات الصغيرة للغاية ما هو أكثر حيوان أصابك بالدهشة في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة